موسيقى اكس تو اكس تو وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلاي خلان نبدأ بالتفاصيل في هذا المقطع هنتكلم على نقطتين مهمة ركزوا معي تمام النقطة الاولى بعض الاخطاء اللي صارت في مجر العناصر في بعض الاسكينات كانت مخفية وظهرت في مجر العناصر وبعض الاسكينات كثير منكم ينتظرها واختفت وكيف نقدر نرجعها ثاني مرة النقطة التانية اضافت فورتنايت بعض الاسكينات في واجهة تطبيقات مجر العناصر وهذه الاسكينات كثير منكم ينتظرها ودائما يسألني عليها خلينا نبدأ اول شي في مجر العناصر هيركزوا معي تمام اول ما نزل مجر العناصر في يوم الاحد 15 اكتوبر هذه الحزمة ما كانت موجودة وكانت مخفية واللي شاف المقطع في قناتي هيحصلها من موجودة فبعدها بساعة ساعتين ظهرت في مجر العناصر كانت عليها مشكلة والان ظهرت اللي هي حزمة في الفضاء حزمة ريبلي تمام عندنا الحزمة التانية والاسكينات التانية اللي هي تعاون فورتنايت وكاوس هذه الحزمة كمان او الاسكينات هذه كانت مخفية والان ظهرت في مجر العناصر طيب في عندنا اسكينات كانت موجودة في مجر العناصر والان اختفت وهذه الاسكينات كتير من الاشخاص انتظرها واللي شاف المقطع في قناتي هيحصلها موجودة لكن ما تدخل على مجر العناصر حتكون مي موجودة طيب كيف سترجعها الى مجر العناصر كل اللي عليك انك تسوي حركة واحدة تروح على الاعدادات تروح على الضبط تنزل عند اللغة تغير اللغة انجليزي لاحظوا معايا اول ما تغير اللغة انجليزي ترجع الى مجر العناصر لاحظوا تنزل تنزل عندك حتحصلها موجودة اللي هي اسكينات جند الجمجمة او اسكيلاتون شايفينه فظلوا يتغير اللغة انجليزية عشان تظهر معاك ما نعارف ايش المشكلة لكن مو مشكلة تمام هذه الاسكينات ممكن حتتلس في مجر العناصر يوم او يومين او تلاتة ايام الله واعلم فورتنايسر نظامها الجديد كده غريب شوية لكن ممكن حتستمر كم يوم او انها حتغادر الليلة تمام المهم ان ما تيجي تشتري الاسكينات او تشتري اي شيء من مجر العناصر كل اللي عليك انك تضغط مربع وتسجل الكود X2 X2 كود الشوب تبعي وهذا الشيء هيفيدني مرة كثير تمام في عندنا اسكن كمان اللي هو اسكن بنت الزومبي اذا نزلت الى الاخير هتحصله قدامك وممكن كمان يستمر كم يوم او انه حيغادر الليلة طب احنا كده خلصنا من الاسكينات او الاشياء اللي صارت في مجر العناصر الان حنتكلم على بعض الاسكينات والحزمات اللي انتظرها منكم الكثير ونزلت في واجهة تطبيقات مجر العناصر بعد تحديد ملفات الليبة طيب من ضمن الاسكينات اللي هترجع في مجر العناصر اللي هي اسكينات بطولة فينيسيز هذه الحزمة كان عليها مشكلة وحدفتها فورتنايت من مجر العناصر وحترجع قريبا ممكن الليلة وممكن غدا لانها تأخرت صراحة مرة كثير واذا رجعت الى مجر العناصر هتكون مستمرة في مجر العناصر لمدة 3 ايام او 4 ايام بعد كده تغادر ممكن هترجع في المستقبل وممكن لا لانه في مدونة ايبك جيمز الرسمية تحت الحزمة كاتبين انه هذه الحزمة هترجع في المستقبل فممكن ترجع وممكن لا الاسكينات التانية اللي هي اسكينات مارفل اسكينات مارفل اذا نزلت في مجر العناصر تستمر لمدة 3 ايام او 4 ايام بعد كده تغادر بعد كده في عندنا اسكينات دكيد لوري هذي كمان هتنزل في مجر العناصر وحتجلس لمدة يومين أو ثلاثة أيام وكمان تغادر جميع الأشياء هذه نزلت في واجهة تطبيقات متجر العناصر وحتكون معنا في الأيام المقبلة لكن الموعد غير معروف يعني ممكن بعد يومين ثلاثة أو أسبوع الله أعلم لكن سترجع أكيد 100% لكن إذا فورتنايت قررت إنها ما ترجع ممكن لأن بعض الأحيان فورتنايت تنزل أشياء في واجهة تطبيقات متجر العناصر وما تنزلها لكن الآن ظهر في واجهة تطبيقات متجر العناصر بعد التحديث اللي سووه فورتنايت في ملفات اللعبة فممكن إن شاء الله هترجع أكيد 100% هذا كل شيء كان عن كل ما تتمناه قادم كذا وصلنا النهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الاتم شوب X2 X2 وهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وإن شاء الله نتقابل مقطع آخر وفأمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر